الماء وهو أهم العناصر الغذائية فجسم الإنسان يمكن أن يستمر لبعض الوقت دون طعام لكن أيام معدودة بدون ماء فمها أهمية المياه كيف نحافظ على ترتيب الجسم خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة تجيبنا الاختصاصية في التغذية في مستشفى سبيتار نالدا نادر صباح نور وأهلا بك مرحبا ميلاد كيفك الحمد لله نالدا دائما نتحدث وكل ربما غالبية الاقتصاصيين ينصحون بشرب الماء صح هذا عنصر الحيوي دعينا نشرح لماذا علينا أن نشرب مياه ما هي إذا بدك معدلات المياه هي لازمة تكون بجسمنا حتى ننتقل لترتيب الجسم خلال فصل الصيف نعم اليوم بدي ركز أكتر لأنه الاقتصاصيين أكتر شي لما يركزوا على الماء في مفهوم أنه الشبع ومناكل أقل ولكن اليوم رح نحكي لأنه هو عنصر أساسي وبحاجة له لوظائف كتيرة بالجسم فلهيدا السبب رح نتكلم عن الماء من هيدا الجهة اليوم صحيح هلأ الماء هي مهمة نعرف أنه هي بتحافظ على حرارة الجسم بتساعد على ترجلوش طبع الحرارة بالأخص بالفترة الصيف ومع الحرارة يلي عم بتزيد ولكن بنفس الوقت بتساعد أنه نكون عم نتخلص من نفايات أو مركبات معينة نحنا منا بحاجة لأقلاء بالجسم وبنفس الوقت بتساعد أنه تودى مغذيات معينة على الخلايا بالجسم حتى ممكن تساعد أنه تودى الطاقة للخلايا وللعدل فلهيدا السبب نحنا عنا كذا وظيفة مهمة للماء صح ونعرف أنه نحنا وزننا تقريباً 60% من الوزن هو سوائل بالجسم يعني منه الماء ومنه كمانا بيكون بيحتوي على معادل فهو شيء كتير أساسي نعم إذا بحثت على الإنترنت نالدا ممكن تلاقي معلومات كتير متناقضة ومختلفة حول شرب الماء لترين، ثلاث لترات، أربع لترات، أدماباتكن ما هو المعدل اللي لازم نشرب فيه الماء؟ هل يختلف حسب العمر والجسم؟ هل يختلف يعني حسب الفئات العمرية؟ ما آخر إذا بديك الأبحاث حول هالموضوع؟ نعم، هلأ فعلياً الأحتياجات بتفرق بين شخص والتاني يعني الطريقة اللي الجسم عندك ببرد حاله غير طريقته يعني ممكن أنه أنت لما تكون عم بتمارس رياضة بتكون عم تعمل تعرق أكثر مني أنا فحسب كل شخص والتاني لكن العمر والشخص والمجهود والنشاطات اللي عم نقوم فيها يومياً هي رح بتحدد كمية المياه وبعد فيه كمان الحرارة والأوضاع الجوية وبنفس الوقت لتياب اللي نحن عم نلبسها نوعية التياب ممكن تسبب بتعرق أكثر فعلياً الرقم اللي هو ثابت بيعطوك على الإنترنت لتر، اتنين، ثلاثة وحتى الكابوس طبعاً سخصيين وقته بيقولولك أرقام أكثر من ثلاثة هذا مانه واقع فعلياً تقريباً الحسبة إذا عم ناخد شخص مثلاً بالمستشفى نعمل حسبة اللي هي 35 ملي بكل كيلو من الوزن يعني هيدا الحسبة الرئيسية بس إذا بدك تعمل الحسبة الصحة الصحيحة هي فعلياً كم أنت عم بتدخل منقيس على مدى اليوم كم عم بتدخل كم من السوائل عم يخرج من الجسم وساعاتها من نكون عم نعرف فعلياً شو هي الكمية اللي بحاجة سؤال ما بعرف قدي غريب هل هناك ضرر من الأكثر من شرب الماء؟ إذا واحد قعد حط أنينة الماء إلى جنبه وعم يشب كله النهار هل في ضرر؟ هلاً هيدا كتير قليل نشوفها حسنتي برصيت أنتوا عم جاوبة ربما سؤال لا لغسط غير صغب لا بس فعلياً يا الله ميلاد هي فعلياً أنه كتير قليلة تصير وبصراحة نحن مش شايفينها بالعيادة بس منعرف حسب الكتب والثيري أنه ممكن تصير إذا الواحد عم ياخد كميات كتير مرتفعة ممكن يصير فيه ذوبين زائد للفيتامينات والمعادن يعني الفيتامينات والمعادن تكون تصير الكمية تبعها بالخلايا تكون كتير أقل من ما لازم هيدا حتى ممكن يأثر على دقات القلب ممكن يأثر كمان على العضلات على كتير من الوظيف بس كتير قليلة تصير وطبعاً بدنا نقول في الماء بحالته الطبيعية والعادية لكن أيضاً في السوائل اللي بناخدها مثل ما شايفين أمامنا مجموعة من يمكن نتناول من خلال الماء لكن قبل ما نبدأ بالتفصيل نشرح أيضاً اليوم بدنا نحاول نصحح بعد المفاهيم أو نفهمها نعم دائماً بيقولولنا قبل تناول الغذاء لأنه ما بنعرف إذا نحن جعانين أو عطشانين للأفضل تناول الماء لأي مدى هالأمر مزبوط صحيح ثانياً هل هناك من طريقة لنعرف إذا أنا عطشان أم جعان كتير حلو السؤال هلأ إذا نحن عم نشرب على مدى اليوم صح مفترض أنه ما يكون فيه تلخبط لأنه الدماغ بلخبط بين جوع وعطش فمفترض أنه إذا أنا عم بشرب صح كل اليوم مش مفترض أنه يصير فيه هيدا لتلخبط هلأ بيقولولنا أنه شراب قبل الأكل بصراحة ما بقيد هيدا الموضوع لأنه كمان إذا أنا قبل كل واجبة عم بيأخد كمية مرتفعة من الماء بكون المعدة عم تكتفي بس بين الماء يعني إحساس الشبع من الأكل ما بكون عم وصله بكون عم وصله من الماء هيدا إذا قبل كل واجبة رئيسية ولكن إذا عم نتكلم عن الواجبات الصغيرة خلال اليوم وإنت عم بتحس على مدار الوقت أنك عم بتحس بجوع ممكن هيدا يكون صح أنه أنا عطشان فعلياً ولكن مع كل واجبة أفضل أنه ما نكون عم ناخد كمية مرتفعة من الماء وبالأخص الأشخاص يلي عملين عمليات جراحية متعلقة بالجهاز الهضمة هؤلاء الأشخاص منفضل أنه الماء تكون من فردة تقريباً ساعة ما قبل أو ما بعد الواجبة ترتيب الجسم خلال فصل الصيف مع اجتداد درجات الحرارة هو أمر أيضاً ينصح به أخبرينا كيف يمكن يعني يتم الأمر نعم الوضع كتير بسيط منه معقد أو أنه بكمية كبيرة أو أنه واحد لازم ياخده بالحسبان كتير فيكون طبيعي يعني خلال واجباتنا اليومية نكون عم نقوم بالترتيب ايه صح لأنه الطعام هو موجود فيه سوائل وبالأخص الفيكهة والخضار لهذا سبب اليوم عنا كمية كبيرة حطيت كمية كبيرة من الخضر هلأ نحن ممكن أنه ندخل السوائل مجرد بالإفطار إذا أنا عم بياخد حليب أو لبن هيدا بيكون عم يدخله سوائل ممكن كمان أعد القهوة أو الشاي جزء من السوائل إذا أنا ما عم بتعدى كمية مرتفعة يعني لما يكون عم بياخد ثلاثة أربعة شاي أو قهوة خلال اليوم لأ هيدا بيصير يقدّ أنه يكون الجسم عم يتخلص أكثر من السوائل ولكن على كاسة واحدة باليوم ما بتأثر بعدها كأنه سوائل بس المشكلة بالشاي وبالقهوة ننتبه لأنه بالأخص لما نكون عم ناخدها باردة فيه إمكانية أنه يكون عم بياخد أكتر من كباية فهون يكون عم ضرحة لأكتر من ما كون أنه عم حاول برد الجسم لأنه هي مدرة للبول يعني بالتالي عم بخسر ماء ممكن تزيد من كمية البول باليوم إذا عم بياخد أكتر من كمية معينة من الكافيين بس عم بياخد بكاسة واحدة ممكن يكون فيه 50 إلى 100 ميلي جرام من الكافيين منها لقدة مدرة هلأ من خلال الوجبات الأخرى اللي هي مثلا الغداء والعشاء وحتى الوجبات الخفيفة خلال اليوم إذا نحن عم ندخل فاكهة حسب اللي منوصف فيه يلي هو أربع فاكهة باليوم هيدا منكون عم ندخل سوائل كل أنواع الفاكهة وبالأخص الحمديات هي فيها سوائل بس في بعض الناس كمان كمان على الانتباه أنه يمكن تجنب تناول إذا بديك عصير الفاكهة للترطيب لأنه رح يفوت لنا سعرات حرارية كتيرة على جسمنا يعني الأفضل البدء بالماء بحالته العديد معك حق معك حق ميلاد هو فعليا نحن ما كتير مننصح بالعصير لأنه أكثريت العصير بنكون شالين الأليف مننا وبعدنا الكاسة هي كأنه ثلاثة فاكهة فأنت ما عم بتاخد الأليف وكل المعادن أو الفيتامينات الأفضل نرطب بتناول الفاكهة بحالتها مثل ما هي صح ناكل برتقال برتقال مش عصير البرتقال هو الأفضل هلأ فيه أشخاص خلال التمارين بيقولولي أنه هني بياخدوا عصير بيفكروا أنه هو فعليا رح يساعد الترتيب وبنفس الوقت بيساعد أنه يعمل ياخد المعادن مكان يلي نحن عم نخسره بالعرق ولكن فعليا هذا ما أنه كتير صح فهو ما أنه المشروب يلي نحن منوصف فيه بالأكثرية ولكن كما نكاسب اليوم هي تعتبر كأنه سوائل فإذا قلنا الفاكهة شفنا القهوة شفنا الحليب ليه حط برتقال للناس يلي ما بتتناول يعني هاي للناس في أشخاص كتير بيقولوا أنه نحن ما بنتقبل الماء في أشخاص بيفضلوا الماء برد في أشخاص بيفضلوا الماء سخنة أو فاترة بصراحة هو بتعملوا يلي بيريحكم بالآخر بتحصلوا الاستراتيجية يلي هي بتخليكن أنه تشربوا الماء مريحة ماذا عن الشوربة؟ الشوربة هي كمان من عدة من السوائل وممكن تكون استراتيجية ضمن فترة السيف بعرف أنه بالسيف كتير أشخاص ما بيحسوا أنه بدون ياخدوا شيء سخن أو سائل أو صفر بس عندك الرياضيين يلي بتكون التمارين طبعه كتير قاسي ممكن أنه ما بيتقبل الأكل مباشرة بعد التمارين فالشوربة هي استراتيجية صح أنه تكون كترتيب وبنفس الوقت يكون فيها نشويات بعد التمارين بس بدنا ننتبه من الأملاح اللي فيها لأنه هاي الشوربة المصنعة بتحسن من بعدها بدي كتير تشرب ماء معك حق لأنه هي المصنعة يلي بتكون جاهزة بيضيفوا عليها كتير من السوديوم كرميل تقدر تضاين يعني هي للتاريخ طبعه بس ممكن أنه إذا أنا عم بتمرن كتير كون عم بخسر كتير سوديوم مجرد ما عم بعرق فهيدا صح وبالنسبة للخضار التعليمات الغذائية هي أنه فعليا لازم نكون عم ناخد اتنين سلطة باليوم أو إذا بدمج بين فيكها وخضرة لازم يكون في عندي خمس حصص باليوم فطبعا كمان كل الورقيات هي بتحتوي على سوائل على ماء وكمان كل أنواع الخضار هي بتحتوي على الماء حتى البصل مثلا فلهيدا السبب إذا نحن دخلناه ضمن الحمية العادية ممكن أنه نكون عم ندخل سوائل للجسم يعني هيدا كمان بعيدنا للتفكير مرة أخرى أنه السلطة مش بس هدفها يعني بدوني لإنقاذ الوزن أو حتى للحصول على معادن أو الحصول على فيتامينات أيضا تقوم بترطيب الجسم لأنه فيها كتير من السوائل وهون بدي شدد على شغلة ميلاد لأنه في كتير أنزمة شائعة على الإنترنت منسمع عن الديتوكس وبيقولوا لك الماء اللي منكها وإلى ذلك هيدا منه فعليا الوظيفة الديتوكس هي بس يعني نحن منعطيها كنكهة الواحد يتقبل أكثر الماء فقط أوكي طيب عصائر الخضار معنا دقيقة نعم حنشوفك بفقرة ثانية بس عصائر الخضار يلي هلأ كمان لطالما تحدست عن الديتوكس ممكن تكون مفيدة للترطيب هلأ العصائر إذا أنا معم صفية يعني معم شيل الألياف منها بتساعد كتير لأنه بكون عم بيخدها بكمية إذا بدك أصغر هو الكوب بس بتكون عم تاخد تقريبا متضمنة كتير من ايه صح فهون بكون عم بيخد معادن أكثر بكون عم بيخد فيتامينات أكثر ولكن مثل كل أنواع الطعام لما أطبخه أو لما أهرسه هيدا بكون يا عم ضيع يا عم زيد من امتصاص المعادن بس بيفيد بنفس الوقت بس بيفيد بنفس الوقت